ومعاكم عزوز مونجي فيديو جديد في يوم الحادث ناصر مارس قبل ما تكلم في اي حاجة اتسركوا للناس اللي اول مرة تشوفوا في كناتي اتسركوا وعملوا لايكات مع تعليقات الحلوة مع تفقيل الجرس طبعا اهان جلت فيديو اسير على اليوتيوب عن اتعلموا فن الرد فيديو تفصيلي عن اتعلموا فن الرد اجاي الناس يرد واجاي الناس يتعامل بس عايزي فيديو ده تعملوا لايكات كتير وتعملوا تفاعل وعايزي فيديو ده يوصل لتلات تلاف مشارك ويوصل لعشر تلاف مشارك الفيديو مهم ومعلومة تهمك وتهم كل الناس اللي مش عارفين يتعاملوا او اللي مش عارفين يردوا عايزة اتكلم نهاردة اه اتعلم فن الرد اتعلموا عفوا اتعلموا فن وطريقة الرد اتعلموا فن وطريقة الرد يعني مثلا تختم تعرفوه انا زلت عبارة على المنتدى في اليوتيوب تختم تعرفوه سواء كان على الاشتجرام على الفيسبوك على التوك توك او على النت كله تختم تعرفوه وهو قالك السلام عليكم وانت ردت عليه رد مش محترم مش كويس ليه انت اتعجلت في الرد ما عندك تتأنف الرد اتعلموا يا محترمين اتعلموا فن وطريقة الرد وخلى عندك سبر وتحكم في اداء كلامك يعني الكلام ده سواء للبنت او للولد انا بتكلم عن الشخص اللي متعرفوه سواء تعرفوه او متعرفوه اتعلم فن الرد الشخص اللي انت ردت عليه الرد مش كويس افرد طالع شخص نظيف ومحترم واخلاق كويسة الشخص اللي قالك سلام عليكم وصلك وكلمك بطريقة محترمة وانت ردت عليه رد وسخ مش محترم فهذا ليس كويس يا جماعة وكذا غلط يتعلموا فن الرد يجعل لديكم صبر وتحكم وتردوا بسرعة وتجيب لي نفسكم المساكل ففي علم النفس أنا كأخسائي علم النفس يقول أن الناس تتعلم فن الرد ما يعني سخصي ما تعرفوش واحد يقول لك أنا ما عارفك انت تعرفني؟ تحيحة من حقيقة انك تتكلم كده ولكن أنا أقول عنوان فيديو لازم نتعلم فن الرد ويكون عندنا صبر شوف الشخص ده الأول عايز منك كده 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 قال لك مثلا أنا معجب مثلا بك أو معجب مثلا بفيديوهاتك لان فيديوهاتك حلوة تكلمك بطريقة محترمة كويسة قولها لا ينور كده رد رد كويس كيف تتعلم؟ نحن نتعلم نرد رد مستفز أو رد كويس أو رد يجيب المساكل لازم نتعلم فن وطريقة الرد احنا كيف احنا كيف يريدون ربنا يكرمنا ويسعدنا ويبارك لنا ويبهد عنا لنا هموم والأحزان ونرد رد كويس ونعامل المعاملة كويسة لو انت محترم واتشك في الاحترام عايز اقول لك اتعلم فن وطريقة الرد ولازم نتعامل حلو حتى لو تخشم تعرفوش انا في ناس ما عرف هاس يعني انا بعمل ريادة على البحر في ناس واحد من ناس عرفهم اول مرة قلت له الله ينور عليك حاج تبع راجل كبير في السن قلت له الله ينور عليك قال له عليك يا كابتن رد عليه رد محترم انا لا اعرفه ولا هو اعرفني من باب التسجيع ان انا سجعته قلت له على نور قال له عليك وابتسامة كده محترمة قويسة فلازم يا جماعة نتعلم فن الرد ويكون عندنا السبر وتحكم وما تغلطوش في اي حد ما تغلطوش في اي حد افرد السخش السخش اللي انت متعرفوه اللي انت رديت عليه رد محترم افرد سخش نظيف محترم ومتربي واخلاقها حلوة اللي لك ترام عليكم السلام اللي رد عليك حلو ما نفعش انها نرد على ناس متربي تربيها محترمة فلازم نتعلم فن وطريقة الرد هنا كده محترم اللي اعزي اقول لي جماعة حتى لو شخص ما عارفاش اعرف كيف تتعامل معاها بلاتنا معاملة مستفزة معاملة سيئة دي كان بيقول لك خليك انسان اجتماعي عفاني خليك انسان اجتماعي يعني اعرف كيف تتعامل مع الناس مش ترد كده وخلاص خلي عندك صبر كيف تتغسل قدامك كده 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 بس اتمنى اعجابكم الفيديو واشكرا لكم